أوجد جتها وجاءها للمثلث القائم الزاوية هذه النسبة المثلثية للمثلث قائم الزاوية سأضع بعض الأشياء المساعدة في الحل انظروا للمثلث هذه هي الزاوية القائمة والوتر هو المقابل للزاوية القائمة هذا يسمى وتر إذا الوتر هو المقابل للزاوية القائمة والمطلوب عنده اللي هو إيجاد جتها وجاءها لحساب جتها فلابد أن نحدد المجاور لها وكذلك لحساب جاءها نحدد المقابل سأذكرك الآن بقوانين النسبة المثلثية اللي هو الجتها والجاء عندي جتها تساوي المجاور وهذا هو المجاور على الوتر وأيضا جاءها تساوي المقابل وهذا هو المقابل على الوتر لو تلاحظ معي المثلث القوانين مطلوب فيها الوتر المجاور موجود أربعة والمقابل سبعة ولكن الوتر مجهول إذن سأتي بقيمة الوتر سأستخدم نظرية فيثا خورس لإيجاد قيمة الوتر نظرية فيثا خورس اللي هو مربع الوتر جيم تربيع تساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين عندي أربعة تربيع زائد سبعة تربيع إذن جيم تربيع تساوي أربعة تربيع ستعاش زائد سبعة تربيع تسعة واربعين إذن الجيم تربيع تساوي خمسة وستة المطلوب مني جيم أنا وضعت الوتر جيم سميت الوتر جيم المطلوب مني إيجاد جيم وليس جيم تربيع إذن سأخذ الجذر للطرفين إذن جيم تساوي جذر خمسة وستة الآن نبدأ بالتعويض إذن جتاها تساوي المجاور على الوتر هذا هو المجاور على الوتر هذا هو الوتر جذر خمسة وستين إذن جتاها تساوي أربعة على جذر خمسة وستين وعندي الجاها تساوي المقابل على الوتر المقابل هذا هو سبعة على الوتر جذر خمسة وستين وشكرا